المستشفى التركي الذي يثار جدلاً كبيراً في الشارع الكربلائي منذ أن افتتحه الكاظمي طوال هذه الشهور لم يستقبل أسوى الغبار والأتربة المحيطة بهذا المكان يرافقه صمت الحكومة المحلية دون مبررات لدخوله حيز العمل بالوقت الذي تمر به المحافظة في وضع صحي لا تحسد عليه وحاجتها الماسة لافتتاحه المحلي هذه الحشود وهذه التظاهرة اليوم مطالبين ومناشدين بافتتاح المستشفى التركي لأن هذا المستشفى التركي يقع في كربلاء وهو أكبر مستشفى في العراق كافة وقبل سنة افتتح من قبل رئيس الوزراء ومحد ناشد به لماذا انغلق هذا المستشفى هو انفتح من قبل رئيس الوزراء بدل ما نود جرحان 82 جريح عراقي مستلقين على أراضي الهند بين الحياة والموت نعالجهم بهذه المستشفيات رسالة شديدة الألم أحرار كربلاء يبعثها لرئيس الجمهورية ووزرائها في الوقت الذي تبعث مصابي ساحة الاتصام لدولة الهند توجد مستشفيات نسبة إنجازها كاملة لكن دون جدوى فهي خالية من العمل وتنتظر التدخل من المعنيين لحل هذه المشكلة وتعزيز قطاع الصحة المتهالك نوجه رسالة من خلال قناتكم من ساحة أحرار كربلاء إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان هناك جرحة لدى الثورة التشرين قد رسلتهم الحكومة المركزية إلى دولة الهند من أجل العلاج واليوم دولة الهند تقوم برميهم في الشارع وهم في حالة حرجة فنرجو من جميع أصحاب القرار والذين مختصين بهذا الموضوع الاهتمام بهذه ونظرة أبوية ورحمانية من عجل رحمة هؤلاء الجرحة البالغ عددهم 82 جرحة لحد الآن المستشفى التركي في كربلاء خارج نطاق الخدمة لا نعرف ما الأسباب الحكومة المحلية تقول أن هناك جهات حزبية فاسدة تأثرت على افتتاح المستشفى هم مطالبين بالكشف عن هذه الجهات وإلا هم مقصرين بالإضافة إلى الحكومة المركزية فبالتالي نحن مستمرين في هذه المسيرات وهذا الضغط الإعلامي لحين فتح المستشفى التركي كربلاء لا تختلف كثيراً عن المحافظات العراقية لافتقارها للبنى التحتية والأساسية للجوانب الصحية لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم كربلاء